بكل تأكيد لا صوت هيعلو فوق صوت التغيرات المناخية وإحنا في صباح الخير يا مصر عزرونا كل يوم هنتكلم عن التغيرات المناخية لأن ده دورنا نعرف حضراتكو يعني إيه تغيرات مناخية وإيه كمان تأثيراتها وتأثيرها الشديد جدا على كوكب الأرض في ظل مخاوف من اختفاء مدن ومخاوف أخرى على الأمن الغذائي لكل الدول هي قضية غير عادلة ليه؟ لأن احنا بنتحمل ضريب التقدم دول صناعية كبرى لا يشغل بالها سوى تحقيق نهضة صناعية على الرغم من تأثيرها هي الأخرى بهذه التغيرات المناخية لكن احنا في النهاية اللي بنتحمل ضريبة تقدم هذه الدول البحث في الأمر والمتعمق فيه هيلاقي أن الأمر مرهون بإيد قادة الدول الصناعية الكبرى لكن هذا لا يعفينه كدول نشأة من المسؤولية الحين هو منذ أن أدرك العالم خطورة ارتفاع درجات الحرارة وتعرف على الغذات الدفيئة وبدأ الكل يتحدث وتعقد قمم بهذا الخصوص نتذكر طبعا قمة الأرض في ريودي جانيرو وبروتوكول كيوتو وآخرهم كان اتفاق باريس في عام 2015 وده مع تزايد وطيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب البحر والنحر والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي ومع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لصب العيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغزائي وقدرته كمان على تحقيق أهداف التنموية المشروعة بالمناسبة وكمان القضاء على الفقر ونحن على عتاب مؤتمر دولي يتم تنظيمه في مصر وهو مؤتمر الأطراف في نسخته السبع وعشرين مصر فكرت واستبقت هذا المؤتمر بخطوات مهمة جدا من أجل الحد والتخفيف من تأثير هذه التغيرات هنا في سؤالين مهمين جدا لازم كلنا نعرف إجابتهم ماذا فعلت مصر لخفض انبعاثات هذه الغازات الدفيئة وكيف تعاملت مصر مع تأثيراتها اللي كانت طبعا وكلنا كنا ملحظينها خلال السنوات اللي فاتت احنا خلاص كلها أسبوعين وتحديدا يوم 15 أكتوبر ونعلن أن شرم الشيخ هي الأخرى مدينة خضراء زي ما أعلننا من قبل الخارجة في الواد الجديد أيضا مدينة خضراء كمان أعلننا خطوات التحول نحو الاقتصاد الأخضر عملنا خطة لتشجيع السياحة البيئية بالإضافة طبعا إلى تطبيق معايير الاستدامة والاستدامة البيئية طبعا على القطاعات الاقتصادية كمبادرات المشروعات الخضراء مع تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة إلى جانب أيضا التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وتعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات ايه هو الاقتصاد الأخضر وايه هي القطاعات اللي بيضمها وبيشملها الاقتصاد الأخضر ست قطاعات مباني الخضرة، الطاقة المتجددة بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح النقل المستدام، إدارة المياه، إدارة الأراضي وإدارة النفايات وإحنا الحمد لله شغالين على كل هذه القطاعات بالتوازي إحنا كمان عندنا مبادرات مهمة جدا زي مبادرات الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة واستبدالها بسيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي عندنا توجه آخر غاية في الأهمية وهو التوسع في إنتاج الهيدوروجين الأخضر واللي بيتم أيضا إنتاج واستخلاصه من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ولسه كنا من أسبوعين تقريبا بنتكلم مع حضراتكو عن اتفاقيات مع شركات عالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا القطاع الحيوي المهم نيجي بقى طبعا للزراعة واللي بدون شك التغيرات المناخية لها تأثير كبير جدا عليها وعلى الأمن الغذائي بتاعنا خصوصا مع قلة الأمطار في مصر ولتكاد تكون منعدمة في بعض المحافظات مع جواها كمان الجاف جو مصر الجاف يكون لها طبعا تأثير كبير جدا على درجة حرارة الأرض ومن ثم تأثير على الزراعات المختلفة حتى النباتات اللي بتحتاج بالمناسبة درجة حرارة عالية زي القطن مثلا السنة دي اتأثر بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة عمر درجة الحرارة عندنا مواصلة لخمسين كنا دايما نسمع الكلام ده فين في دول خليجين درجات الحرارة تخطط للخمسين هيئة الأرصاد الجوية وتحديدا يوم 22 مايو من عام 2019 راصدت الكلام ده درجة الحرارة في مصر كانت خمسين درجة مقاوية اخواتنا المزارعين ممكن ما يكونش عندهم علم أو وعي كويس بيقى التغيرات المناخية كمصطلح لكن بكل تأكيد شايفين المعاناة من وراء هذه التغيرات في زور طبعا حشرات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض واللي بالتأكيد بتأثر على زرعاتهم المختلفة لحظة التزهير أو حتى مع نزول النادى اللي برضو هو كمان بيجيب المن وحشرات تانية بتأثر بكل تأكيد على الزرع هما بيحاولوا طبعا هما يتعاملوا مع هذا الموقف بانهما مثلا يزرعوا بدري شوي لكن برضو ده بيتوقف على ايه؟ على اللي كان مزروع في العروة الشتوي هالة شال من الأرض ولا لسه عشان يبدأ العروة الصيفية بدري شوي نيجي لدور وزارة الزراعة بتقوم بدور مهم جدا في عملية التوعية وكمان مركز البحوث الزراعية بيقوم باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة أكثر مقاومة لدرجة الحرارة المرتفعة لكن وفي النهاية لها تأثير على المحاصيل الزراعية بنلاقي في سنة من السنين مثلا الخيار، الطماطم، الخضار بشكل عام الفاكهة مش موجودة، طب مش موجودة ليه؟ يقول لك أصلي فيه دودة كانت في الأرض فاكلة الطماطم مثلا فبالتالي اللي نجا من هذي الطماطم هيتباع بسعر عالي ليه؟ لأن المعروض منها قليل وبرضو في نفس الوقت ده ما جابش همه بالنسبة للمزارة طبعا كلنا بنحب نروح اسكندرية في الصيف وكلنا بنحب نروحها أكتر في الشطة وبنحب نوات اسكندرية قوي لكن هذه النوات اتغير معدها بقينا بنشوف أمطار وسيول غزيرة جدا في اسكندرية في غير معدها حتى أنها امتدت كمان لفصل الصيف لكن لما الدولة أدركت خطورة هذا الأمر عملت مشروع الحماية البحرية فيها الاسكندرية واللي بيشمل طول الكورنيش ومشروع آخر خاص بحماية القلعة وزي ما هي في المقام الأول وكنا بنتكلم في بداية الحلقة أنها مسئولية الدول الصناعية الكبرى ومن بعدها الدول الناشاءة كحكومات طبعا إحنا كمان كأفراد علينا مسئولية إحنا مسئولين بحدود قدراتنا وإمكانياتنا وزي ما بنقول أن الكل لازم يتكاتف كدول وكحكومات إحنا كمان كمواطنين لازم نقوم بدورنا عشان نحافظ على حياتنا نمط الاستهلاك مثلا بالنسبة لنا في المجتمع بشكل عام والسلوكيات الفردية بتحدث فرق كبير جدا في هذا المجال الاستهلاك غير رشيد مثلا في الموارد المائية في الطاقة ده بيتسبب في النهاية في إيه؟ بيتسبب في الضغط على هذه الموارد وإرهاقة تعتبر معدلات استهلاك المواطن للمياه مثلا في مصر عالية مقارنة بمحدودية مصادر الموارد المائية في مصر وتضررها أيضا من التغيرات المناخية وكمان الأمر بالنسبة للكهرباء وزي ما قلت الحضرات كونيدي مسئولية جمعية لازم كلنا نتكاتف عشان في النهاية نحافظ على كوكب الأرض من الأضرار اللي هتحصله بسبب التغيرات المناخية النهاردة احنا في صباح الخير يا مصر عندنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم زي ما احنا متعودين كل يوم بيكون عندنا فقرة بنتكلم عن التغيرات المناخية فقرتنا النهاردة هنتكلم عن المبادرات اللي مصر عملتها خلال الفترة اللي فاتت للتخفيف من حدة تأثير التغيرات المناخية علينا ومن ثم نقدر نحافظ على أمننا الغذائي نصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر